يمكن في حالة من حالات التفاعل والاهتمام الكبير جدا بجلسات الحوار الوطني اللي انعقد التاني جلستها أول أمس وكان فيها توافق كبير جدا هذا التوافق على تشكيل لجنتين لوضع مقترحات محددة للمحورين الاجتماعي والاقتصادي ويمكن في الجلسة دي كمان كان الملف السياسي هو محور المناقشات وتفرع منه تلات قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان ايه التفاصيل اللي حصلت في هذا الاجتماع الاجتماع التاني خلونا نعرفها من ضفنا الأستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس أماناء الحوار الوطني ورئيس تحذير جريدة الشروق صباح الخير يا سيد عماد صباح الخير يا فلد سيد عماد يمكن شفنا حالة من حالات التفاعل الكبيرة والاهتمام من كل يعني أو الغالبية العظمى من يعني فئات الشعب المصري بالقضايا التي تناقش في الحوار الوطني شايف الاهتمام ده ازاي الأول والمخرجات اللي حصلت فيه تاني جلسة الاهتمام يعني ظاهرة صحية جدا وشيء جيد لأنه معنى كده أنه عدد كبير من المصريين أو ممثليهم مهتم بهذه الظاهرة ومهتم بفكرة أنه في حوار الحوار ده يعني من خلال تشكيل مجلس الأماناء هو تقريبا يعني مش عايش أجزب معبل إلى حد كبير عن أغلب الفئات اللي موجودة في مصر الحال الشعب بمعنى أنه سواء لو تكلمنا على الأحزاب على الديولوديات السياسية على هويات على مؤسسات على نقابات فموجود بطريقة أو بأخرى ليس بصورة كابلة لكن أقرب ما يكون عن المكونات المجتمع المصري فبالتالي جو الحوار ما فيش ودي النقطة الجوهرية هذا الحوار ليس بين حكومة ومعارضة أو ليس بين رأييني هو حوار بين آراء متنوعة في المجتمع المصري وبالتالي هو حوار مش بين أغلبية أو أقلية والنقطة الجوهرية هو حوار حتى يعني مخرجاته لا تتم بالتصويت يعني القاعدة الأساسية في أول جلسة فيما يتعلق بإقرار سواء مدونة السلوك أو اللقاحة التي تحكم عامل مجلس الومانا تم الاتفاق أنه ما فيش تصويت لابد أن نصل إلى التوافق هذا أمر صعب أسهل شيء أنك تصوت بس التصويت قد يعكس طرفية لما أنت تصل إلى مخرجات أو قرارات أو اتجاهات أو أي شيء أو مواقف حتى بالتوافق هذا شيء محترم جدا وشيء جيد ويقول أننا إن شاء الله رايحين إلى نقطة جيدة فبالتالي جوه المجلس يعني في الجلستين اللي تموا أول جلسة كان فيها جلسة إجرائية على كلمات للمتحدثين وزعت على الهواء والناس عرفوا اللي تقال فيها لكن الجلسة الثانية قعدت حوالي خمس ساعات ونص والجلسة الثانية اللي كانت أول مبارح يوم الثلاث كان فيها برضو خمس ساعات كاملة نقاش سري وجيد ومتحضر بين غالبية الناس اللي قاعدة على المئلة النقاش كان ثري زي بحضرتك قلت ومدة طويلة جدا خلينا نقول هما كانوا ثلاثة محاور محور سياسي وأيضا اقتصادي واجتماعي كل محور فيه نقاط تم التباحث حولها ده بجانب أنه كمان تم تشكيل لجنتين فرعيتين اقتصادية وااجتماعية خلينا نفهم من حضرتك أولا المحور السياسي أهم النقاط اللي تم التباحث حولها وأيضا اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية تمام احنا في الاجتماع الأول تم الاتفاق على وجود التلات محاور دول كان فيه نقاش المادة 18 يعني هي لم تحصم كمانة حتى اللي بتتكلم هل يمكن إضافة لجان تانية ولا لا فاحنا تم الاتفاق على أنهما تلات محاور لكن تحت التلات محاور دول يمكن أن تضعي ما تشئين منه صحيح سواء اللي جان فرعية أو نقاشات أو موضوعات محددة بعينها فالمحور السياسي المحور السياسي زي ما حضرتكم تفضلتوا في البداية بمباشرة الحق السياسية أول جانب في المحور السياسي يعني مباشرة الحق السياسية يعني ممكن تحت هذا الموضوع تنقشي قوانين الانتخابات الأحزاب دورها عادتها تقويتها هل ندمجها في أحزاب أنا بختار إحنا لسه موصلنش لده بس أنا بتكلم على ما يمكن أن يصار جوه الموضوع ده كل ما يتعلق بالحياسي السياسي ده محور مهم وممكن يبقى فيه أكتر من جلسة وأكتر من حاجة فرعية الجزء الثاني وهو المحليات المحليات شيء في غاية الأهمية ليه؟ لأنه حضرتك إحنا بتكلم على قانون المحليات لم يصدر حتى الآن إحنا آخر مجلس آخر مجالس محلية شوكلت في مصر كانت اللي هي 2010 قانون المحليات هو من القوانين المكملة للدستور صحيح وبالتالي قانون وجوبي الصدور بس عندي كمان إنت عشان تطلع يدون إنت لازم يكون معمول على أعلى درجة من الكفاءة ليه؟ لأنه إنت محتاجة خمسة وخمسين ألف عضو مجلس محليات في مصر فلابد أنك أنت تختاري أفضل ناس ممكنين لو فكرة النزاهة كمان فيها لأن المحليات هي بيت الزاء للكثير من الأمراض السياسية المتوطرة المجتمع لو أنت بس يعني نزلوا مرشحين في الانتخابات واحد أصد واحد هتبقى محتاج أكتر من 110 ألف صحيح فبالتالي هل عندك الكوادر تخوض الانتخابات مهم جدا أن الحكومة والأحزاب والكل الجهات ذات الصلة تبقى مشغولة بهذه القضية وتبدأ في تجهيز كوادر مهمة جدا ودي نقطة مهمة جدا لأننا لما أختار ناس أكفاء ده اللي هيبقى بعد كده عضو مجلس نواب أو شيوخ هو اللي هيبقى ممكن يبقى في أي حاجات خاصة سكرت المحافظة لا يسرح أن أتحدث عن إفراء حياة سياسية بدون وجود كوادر بالضبط الكوادر دي هي اللي محتكة بالناس على الأرض يعني قد يكون هناك أحيانا أن المواطن بيشكوا أن عضو مجلس عضو البرلمان بعيد عنهم شوية أو الوزير ما بيشوفه مش أو المحافظة همزة الوصلة الحقيقية في العلاقة بين المواطن والدولة عموما بكل مكوناتها المحليات المحليات فكلما كان هناك قانون محليات محكم كلما كان هناك كوادر جيدة ومدربة ومؤهلة ده يعمل نقلة حقيقية في فكرة إعداد الكوادر فده جزء الجزء التالت وهو جزء مهم للغاية وهو حقوق الإنسان والحريات وتحت هذا المحور أيضا ستكون هناك نقاشات ثرية جدا في يعني هيدخل فيها طبعا الإعلام الحريات التعبير الملف العفو عن بعض المحبوسين وده ملف طبعا مهم جدا ملف العفو الرئيسي الدولة المصرية والرئيس يعني تمت فيه خطوات إيجابية كثيرة جدا منذ يعني من فترة طويلة جدا لكن خصوصا منذ تم الإعلان عن أعلن السيد الرئيس عفتح السيسي عن الدعوة للحوار في إفطار الأسرة المصرية ستة وعشرين أبريل لساء أبريل الماضي حصل فيه يعني إفراجات عن عدد لا بأس به صحيح ومجلس ومجلس الأمنية يعني على لسان منصقه العام الأستاذ ديار أشوان يعني وجه الشكر للرئيس والدولة المصرية على ما تم ومناشدة على أمل من مزيد إن شاء الله في الفترة حتى يغلق هذا الملف ولا نعطي أحد فرصة للمتجرة به هذا الموضوع تتوقع مزيد من القرارات والإبراءات من السيد الرئيس فيما تعلق في هذا الملف تحديدا طبعا نتوقع إن شاء الله والدولة المصرية لم تخفي ده وفي لجنة عفو شكلت بالفعل في هذا اليوم يوم الإفطار الأسرة المصرية وعدد يعني تقريبا لا يمر شهر أو أقل إلا وفيه وكل مراسبة ثلاث من أربح تيام كان فيه مجموعة تم إفراج عنها من فترة فأنا متوقع ذلك إن شاء الله طيب أستاذ مخي أمياد خيني يرجع مع حضرتك مرة أخرى فيه جزء اللي هو ده فيما يتعلق بالمنال في السياسي الملف السياسي حسن لأنه أموره وطع حسن بمعنى إن إحنا حددنا المحاور للنقاش لكن نحن ودي النقطة المهمة جدا الحوار الفعلي لم يبدأ بعد كل دي أمور إجرائية كل ما تم ده أمور إجرائية حتى المحور الاقتصادي والاجتماعي إحنا لسه محددناش المحاور بتاعته تم تشكيل لجنتين من مجلس الأماناء كل لجنة تكون مهمتها تحديد الموضوعات التي ستناقش في المحور الاقتصادي أو المحور الاجتماعي كل لجنة من أربعة من الأساتذة الفاضلين جوه المجلس الأماناء يفترض في الاجتماع الجاي اللي هو غالبا هيكون قبل نهاية هذا الشهر يتم فيه عرض مخترحات باللجان عشان الاجتماع يدخل يعني يوافق ويناقش ويحسب هذا الأمر هيتم العمل بالتوازي يا فندم ولا هيكون فيه أولويات لبعض القضايا أنا أظن ممكن يتم العمل بالتوازي أظن أنا أتحدث هنا لأنه في ظل عدم وجود قرار واضح ليه؟ لأنه المكونة العباسة الاجتماعية ما زالت تنعقد حتى لما فيش قرار بالضبط لا يعني أنا أصدي أنه فيه متخصصين في السياسة فهيشتغل في السياق بتاعه اللي يشتغل في السياسة مش يشتغل في الاقتصاد أو في الاجتماع وفكرة كمان نقطة مهمة جدا المجلس الأماناء هو مش هو اللي هيعمل القرارات واحدة هو مجلس الأماناء يدير وينظم وقد يشارك فيه توجهات لكن هو بيجيب خبراء ومدعويين من الخارج من خارج المجلس مش من خارج البلاد يعني أحسن حد يقول خبراء من الخارج خبراء في مثلا في الاقتصاد من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والفنية ويعد ينقشه قضية أي قضية قضية مثلا الأسعار الفايدة قضية الديون ما سيصل ليه هيرفع في الآخر طبعا سواء مخرجات سياسية اجتماعية اقتصادية للسيد الرئيس فبالتالي يمكن في هذه الحالة أن يكون هناك النقاش بالتوازي وليس بطريقة تراتبية نحن نتكلم على محاور ثلاث سياسية اجتماعية اقتصادية يعني تلقيتم أثناء فتح تقديم المقترحات ربما عشرات الألاف لم يكن أكثر بكثير من المقترحات إيه أكثر هذه القطاعات الثلاث كانت إقبالا من المواطنين طبقا للمستشار محمود فوزي اللي هو رئيس الأمان الفنية للحوار وهو رجل قانوني وقام قانونية كبيرة جدا يعني فيه أكثر من 96 ألف دعوة جتل أو مساهمة الناس اللي بعثت أفكار أحزاب 65 حزب مصري مؤسسات ونقابات وهيئات تقريبا كل المجتمع المصري مشاركة بصورة أو بأخرى عبر ممثلية سواء نواب سواء مؤسسات سواء نقابات فيه صحفيين كتاب شخصية عامة عدد كبير جدا والجهد الحقيقي اللي يمكن المهم اللي عملته الأمان الفنية هو أنك إنت إزاي تقدر تصنف وتبوب هذه الأفكار الكثيرة جدا فيه رؤى واضحة أو مثارات تقدر تنقش التلات المحاور الأساسية اللي هي الاجتماعي الاقتصادي السياسي تقريبا التلات تلات قريبة من بعض يعني فيه حد الاقتصادي طبعا بيحوز الاهتمام الأكبر المجتمعي مهم جدا السياسة فكان فيه حاجة تسعة وثلاثين حاجة تسعة وعشرين حاجة واحد وثلاثين يعني تلات تلات قريبين جدا من بعضهم البعض لكن النقطة الجوهرية هي هناك قضايا متدخلة فيه قضايا اكتلة جدا يمكن أن تقول عنها أنها دخلة يعني التعليم مصر التعليم هل تصنفه سياسي ولا خدمي ولا مجتمعي ولا أقصاد ممتشكين يعني كلهم هو طبعا من الممكن بالسهولة بالسهول والله هو قضية مجتمعية هو بالفعل قضية مجتمعية لكن هو قضية سياسية الطريقة التي ستنفذ بها تطوير التعليم وهذا قرار سياسي لكن لما هتيجي تقول أنا عايز أبني مدارس وعايز أبني فصول وعايز أعمل هذا قرار اقتصادي هو جد السياسي من ربما تعثر تطوير التعليم في السنوات الماضية كلها هو التمويل لأن أنت يعني بيتقال دايما كل أنت بحتاج معرفش 250 ألف فصل كل فصل بيحتاج نصف مليون جنيه ده أنت بتكلم على معدلات حتى ما قبل 2011 طيب الفلوس دي هتجيبها منين ولو خدت الفلوس دي هي موجودة في المجتمع هتكون على حساب موارد أخرى بمعنى أن أنا بماجه أقول أن أنا هعمل الأولوية ودي نقطة مهمة جداً يعني بعيدة عن الحوار بس عشان الناس تبوغدى بالها لما بتيجي دولة ما بتعمل تقول والله أن أنا قررت هركز في الأولوية بتحتي في الفترة دي على التعليم أو على الصناعة أو على الصحة والمثل ده أنا هضر بيه مثل مهاتير محمد في ماليزيا لما جي يعمل النهضة الماليزية شيئاً جداً قاعدوا يقولوا إحنا الموارد بتاعتنا مئة دولار مثلاً المئة دولار دول متوزعين على كل القطاعات لو أنا خدت القرار إن أنا هعمل التعليم تطول التعليم يبقى أنا في هذه الحالة مش أطور مش أقرب من الطرق مثلاً أو الصحة فيبقى الشعب عارف أنه أنا هوجه الفلوس كلها للتعليم لكن محدش يشكو بقى في الفترة الجاية لمدة معينة من البجرات التانية وبالتالي وهي دي النقطة المهمة جداً أن يبقى فيه توافق وفهم أن أنت مواردك محددة هتوديها فين ده القرار بتاع المجتمع أو القرار للحكومة مع المجتمع وده اللي ممكن يقول للناس إيه إن أنا فيه لحظات فيه حد تاني يقول لا والله أنا مش يقدر أعمل تطوير تعليم أو صحة اللي هو البشر إلا ما يكون عندي طريق أو مستشفى أو مدرسة وأنا هعمل تطوير تعليم بدون ما يبقى فيه مدرسة أو هيبقى عندي تطوير صحة بدون ما يبقى عندي مستشفى وأجهزة ما دي كلها حجر الناس بيقولك إن إحنا بدأ بالحجر لا الحجر مهم جداً جداً لأنه بدونه مش يبقى فيه البشر طبعاً وهنا يا سيدة ماذا همية فن التخطيط تحديداً لوضع الرؤية والمصار الصحيحة اللي بتسير عليه الدولة إلى المستقبل وهو أنت عندك حكتين أنت عندك مثلاً وأنت بتكلم في الحوار الوطني عندك رؤية عشرين ثلاثين وده جهد مهم جداً يتعامل وعندك مثلاً فيما تعلق بالحريات اللي هي استراتيجية حقوق الإنسان الاصدر دي وثائق مهمة أنت هتشتغل عليها هل يعني رؤية عشرين ثلاثين على سبيل المثال مهمة لكن حصل تطورات بعد ما وضعت هذه الرؤية حصلت حكتين في منتهى الهمية كورونا وتدعية الحرب الأوكرانية الروسية طيب ما أنت في حاجات هتضطر أنت وغيرك في عدد كبير جداً من الدول يضطر أن يقول كان عنده تصور معين أنه ماشي في الطريق معين جاءت الحادثتين دول أو الأضياتين دول لغبطوا الدنيا حرفية ده يمكن دول ظرفين مش بس على مصر يمكن على عالم لا على عالم طبعاً بس أنا أستاذة مهد عشان الوقت يمكن خلاص بيخلص مننا فعايزة أسأل حضريك سريعاً زي ما حضريك قلت أطرحات عديدة ملفات عديدة إن كانت سياسية اقتصادية أو اجتماعية هل تم تحديد صقف زمني الحوار الوطني؟ لا لم يتم تحديد صقف زمني لكن المرجح برضو أنا بتكلم على تقديري حتى لا ألزم مجلس الأمناء بشيء يعني إحنا ممكن بتكلم على شهور قليلة إنه ممكن يبقى فيه مخرجات معينة فيه مجالات معينة فيه حاجات تقدر يتأخذ فيها القرار الملف السياسي ليه ربما البداية مش الأولوياء البداية لأنه ربما أموره سهلة ممكن الأمر يتعلق بتشريع بقرار والأمور تمشي لكن الملفات ظني إن المشكلة الحقيقة في النقاش هتوبة الاقتصاد الاجتماع ليه؟ لأن دي قضايا مش وليدة اللحظة هذي تراكمات طويلة جدا لكن ممكن تأخذي مؤشرات ليه أنا قلت قبل كده وبأكرر أتمنى أن مؤسس الحوار الوطني يتحول إلى مؤسسة مستمرة لأن إحنا هنناقش قضايا معينة وهتحصم إن شاء الله بس فيه قضايا اكتلة جدا يعني بالتعبير العام قضايا متلتلة مزمنة محتاج نقاش مستمر ودائم وحتى لو خلصنا من قضايا ممكن يبقى فيه قضايا تاني في المستقبل ففكرة الحوار الوطني أن يبقى فيه أطياف مختلفة من المجتمع المصري موجودة بتناقش كل قضاياها لأنه دي ظاهرة صحية أنا تقديري أنه حصل فيه انفراجة يعني مزيد من الدم في شرائيل المجتمع المصري كله مع الحوار لأنه فتح سكة أكتر عزز المناعة بتاعة الجسد الوطنية المصرية الجسد المصري غالبية المجتمع المصري مدعو لهذا الحوار باستثناء من تلوثت أيديين بالدماء وبالتالي دي حاجة ممتازة ومهمة نتمنى إن شاء الله أنها تنجح ونظل أنها تنجح لأن النقاشات اللي أنا شفتها بعيني جوة الاجتماعين اللي فاتت على أعلى مستوى فيه حرص حقيقي وفيه رقية في الحوار وإن شاء الله يصل إلى أهداف لا يحال يعني الاختلاف في الرأي لا يفصل أبدا للوطن قضية ومذال للحديث بقية نحن نبحث عن مساحة مشتركة تجمع كل قائد المجتمع المصري المساحات المشتركة أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشلوق وأعوض مجلس أماناء الحوار الوطني بنوشك الحياة تنم على أبو بودك معنا في صباح الخير شكرا لحضرتك شكرا لك